ماروك أخبار يوميا السلام عليكم ورحمة الله ماروك أخبار يوميا أن هؤلاء الشبان الذين يرجح كونهم من عبدة الشياطين قاموا بذبح قطة حية من أجل إحياء طقوسهم التي يقومون بها خلصة تحت جنح الضلام بعمارة ألف القريبة من ساحة الأمل والقصر البلدي وسط مدينة أقادير ويظهر من خلال الفيديو أعضاء قطة مقطوعة الرأس والأرجل وغيرها بينما اختفت بقية الأطراف الأخرى التي يجهل مصيرها وإلى جانبها مكان مخصص لإشعال النار الأمر الذي يرجح فرضية قيام هؤلاء الشبان بذبح القطة وطهي أجسادها للأكل وتفاعل عدد من النشطاء الفيسبوكيين مع هذا الشريط الصادم معبرين عن استنكارهم الشديد لهذا الفعل الشنيع الذي لا يمت بصلة للبيئة المحافظة للسوسيين وكذل التعاليم الدينية السمحة والحت على الرفق بالحيوان وطلب الجهة المعنية والسلطات الأمنية بفتح تحقيق دقيق من أجل معرفة حقيقة ما جرى تحت هذه العمارة خصوصا وأنها تشهد توافد عدد من المراهقين والشبان الذين يرتدون ملابس غريبة ويقومون بطقوس شدة في غياب أي مراقبة من السلطات المعنية نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية